اهلا بكم في فيديو جديد ورائع مهم جدا لما بكون عامل درس تعليمي سواء انا اللي كنت عامله او جايلي جاهز اظهر بمظهر المحترف وانا بعرضه هنركز على طريقة عرض الشرائح عرض الدرس بتاعي الدرس بتاعي لما بكون مجهزه هقرر اعرضه على الجماهير اما على شاشة صغيرة الشاشة بتاعتي او على شاشة كبيرة عن طريق البروجيكتور او داتا شو او حبس العرض ده عن طريق احد البرامج اللي بتعمل دروس اونلاين او كونفرنس زي زوم على سبيل المثال وزي ما قلت من المفترض ان انا مجهز درس واضيت وقت فيه تجهيزه وضفت عليه الحركات وغيره طبعا ده احنا شرحينه في فيديوهات سابعة انا هنا حركز على طريقة العرض النهائية اللي هتخليني اظهر بمظهر الواثق في نفسه المحترف اللي بتنقل ببرونة وبستخدم امكانيات البرنامج الجديدة في وفيس 365 الرائعة اللي بتسهل علي طرق العرض وبتخليني اعرض بشكل اخترافي اول حاجة عشان اعرض بحدد الشريحة اللي انا قررت اعرضها ومن خلال عرض الشرائح اقرر من الشرائحة الحالية لو هي شريحة مش الاولى او لو انا محدد اي شرائحة وعايز اعرض من البداية بضغط على زر العرض من البداية اختصارها دايما اف خمسة من لوحة المفاتيح كمان عندي رسمة شاشة العرض في ستاسبر او شرية الحالة بالاسخل كل ده بيعرض الشرائحة ببتدي عرض الشريحة فكرة العرض اني بتعمل ملء للشاشة وبتخفي الالوات بتاعة البرنامج التنقل بين الشرائح اللي بتحتوي طبعا على انتقالات وحركات اعطي لي مدى واسع وطرق عديدة لأتنقل بين الشرائح اول طريقة ان انا اضغط انتر ده للتقدم لو عايز ارجع بضغط باكس بيس او السهم للمسح عندي كمان السهم الاسفل بيقدمني والسهم الاعلى بيرجعني السهم الشمال بيقدمني والسهم اليمين بيرجعني ممكن كمان بعمل كليك يمين واختار التالية الشرحة التالية او السابقة كمان ممكن اضغط رقم الشريحة كرقم يعني هقول له مثلا تمانية وانتر ينقل للشرحة رقم تمانية عايز ارجع للأولى واحد وانتر يرجعني للأولى اذا التنقل بين الشرائح مرن جدا وسأهل جدا لو عملت كليك يمين بقى نشوف ايه الامكانيات الموجودة هنا رؤية كافة الشرائح ده ميزة جديدة رائعة ان انا اشوف الشرائح واختار الشريحة اللي نوي انا اعرضها فاخترت الشرائحة كمتسعة وضغطت عليها تم عرضها اذا كليك يمين ورؤية كافة الشرائح ده بتساعدني للتنقل السريع بين الشرائح طيب انا لو عايز بعد ما اعرضت الشرائحة دي اركز مثلا على جزء الفلاشة بعمل كليك يمين وبختار حاجة اسمها طبعا تكبير الشريحة ومن تكبير الشريحة بيجيب لي زي زوم كده بضغط عليه عمل تكبير للجزء ده من الشريحة بضغط كليك يمين برجع للوضع العادي من غير التكبير كمان عندي حاجة اسمها عرض مخصص لو انا عندي الدرس كبير يعني عدد كبير من الشرائح عايز اقسمهم لفصول فمن خلال لو عملت انهاء العرض او زوري سكيب بلاحز من خلال عرض الشرائح حاجة اسمها عرض شرائح مخصص وبقسمه لفصول وعشان اقسم مجموعات الشرائح لفصول مثلا باختار عرض مخصص واختار جديد واعطي له بقى اسم العرض المخصص ده وانا الشرائح اللي انا عايزة تكون موجودة فيه عدد الشرائح اقول له اضافة في الحالة دي بقى عندي فصل اول وفصل تاني وفصل تالت زي ما اقرر اسمي واتنال اليهم اثناء بقى عرض بالشكل ده بقى اعمل كليك يمين واختار من عرض مخصص اسمي العرض اللي انا مجهزها اداة جديدة ورائعة جدا اسمها اظهار طريقة عرض مقدم الشرائح هنركز معها شوية بضغط عليها بيجب لي طريقة مختلفة للعرض بيقسم لي الشاشة بتاعتي الجزء اللي بيظهر للجماهير اه ويدي لي التوقيت المناسب يعني عشان اعرف انا اتكلمت عن الشريحة اللي قد دي والساعة طبعا كمان بيعطي لي هنا الشريحة دي او الشريحة اللي عليها الدور او الخطوة الجاية انا بتكلم عن اساتي الحسب بضغط انتر ظهر الكمبيوتر هنا لو ضغطت انتر هايزل رسمة الديسكوتوب ده فهنا سابق بخطوة لي يا انا وده اللي بيظهر للجماهير بحيث استعد لك تعليق على الخطوة الجاية دي ميزة اعطي لي كمان ان اتنقل بين الشريحة هون واختار الشريحة اللي انا قررت اشرحها وبعد كده بيجب لي الخطوة التالية وجاب لي كمان هنا في الجزء ده ملاحظات انا كاتبها لنفسي عشان اذكر نفسي دي مش بتظهر للجماهير دي ليا انا عشان اقول ركز وانت بتشرح على مقارنة الاحجام والتمييز بين الوحدات السابقة ومتنقل ببتدي اضغط انتر او حتى التالي اهو بطوات التالية والسابق بالشكل ده الجاي الفلاشة هتكلم عن المقارنة بين الفلاشة والهارد ريسك وبعد كده الدي في دي ركز على الاحجام ونقول ايه منهم ثابت ومتنقل خلصت الشريحة بالشكل ده ده اللي هيظهر فيه الخطوة التالية بالشكل ده هنتكلم عن البروتار او المداخل والخطوة الجاية هنتكلم عن الفلاشة يو اس بي اذا طريق عرض مقدم العرض ده طريقة رائعة بتحدد الجزء اللي بيظهر لجماهير بيجيب لي الجزء اللي عليه الضور عشان استعدل الشرح لو انا كاتب ملاحظات اسناء انشاء الشرايح بتظهر لي هنا الملاحظات اعطي لي برضو طرق عديدة للتكبير احنا اتفقنا ممكن نجيب شاشة سوداء انهي العرض وارجعها مرة اخرى ممكن اشغل الكاميرا ممكن في الحالة دي اشغل الكاميرا وازهر للاشخاص في صورة طبعا مقدم العرض بيظهر في صورة الكاميرا انهي العرض وارجع للعرض العادي وبعد كده حبدأ اعرض من البداية ونشوف ده العرض العادي اللي هو ملء الشاشة ده القديم اللي ما كانش فيه طريقة مقدم العرض اللي بتقدم للتسهيلات اللي احنا شفناها ممكن اعمل كليك يمين وانا شغال واختار حاجة اسمها الشاشة الشاشة دي اما تكون صودة او بيضة ممكن اختصارها black b white w بيجيب شاشة طبعا من اقدر ان b دخل w وبعدين ضغط b black وضغط enter بتنقل للعرض مرة اخرى من خلال كليك يمين ايضا لو انا جبت كده عايز اعمل توضيحات ممكن اجيب المليزر اشاور بيه واختصاره control وحرف ال L من لوحة المفتيح بيجيب للمليزر وابتدي بدل المؤشر مكان مؤشر عادي بيبقى زي المليزر ممكن اتحكم طبعا في لون المليزر بعد كده كل ده من خيارات المؤشر والمؤشر المليزر اهو وممكن اجيب بقى ألم اختار ألم للكتابة والألم للكتابة ممكن اقول ايه الفرق مثلا بيساعدني على الشرح بين التابلت والدسكو توب ان الديسكو توب بيحتوي على لوحة المفاتيح زي ما احنا شايفين اما التابلت مفيش فيه تابلت مش فيه لوحة مفاتيح لكنها بتكون تاتش على الشاشة فبستخدم الألم للتوضيح زي ما احنا عارفين بالشكل ده للتركيز على بعض الامور زي ما بتشوف اي حد بيعرض لو عايز امسح بعمل كليك كيمين وبختار من خيارات المؤشر وبختار ممحة وامسح جزء معين تابلو عايز امسح الكل اما من كليك كيمين واختار خيارات المؤشر محو الكل واختصاره إريسر حرف الإيب بيمسح كل حاجة طبعا لو انا عندي اصلا مؤشر عايز ارجع المؤشر لطبيعته بضغط سكيب من لوحة المفاتيح او من خيارات المؤشر واخليه خيارات السهم وخليت القائع عادي لو عايز اخفيه ما يظهرش السهم اثناء العرض بضغط على ما اخفي وبالتأكيد طبعا اقدر اجيب ألم تمييز بالشكل ده وألم التمييز بيميز طبعا على الكلمات زي الألم الفسفوري وهكذا بضغط سكيب من لوحة المفاتيح عشان يرجع المؤشر مرة اخرى بتأكيد التعديلات اللي انا عملتها دي لو جيت انهي العرض من كليك كيمين وانهي العرض بيسألني تعديلات الأحبار اللي اندى كتبتها دي عايز تحتفظ بها ولا ممكن اقول له ابقاء او تجاهلها لو مش عايز يتم الاحتفاظ بها لو حبيت اعمل تسهيل وابقى محترف بقى واعرف الاختصارات ممكن اجيب التعليمات واعرف من خلال الاختصارات دي على سبيل المثال عشان اجيب ألم ليزر مثلا قال لي اضغط كنترول عشان مسح الرسم اللي عشاش نقصة بكل جزء من دول وبيخليني اظهر كمحترف اثناء ومسيطر على العرض وبتعامل بشكل مرن وسقة لو انا اتقنت طرق العرض في النهاية كمان بنقول باوربوينت بيديلي طيف واسع جدا من طرق التنقل والادوات لانه بيسعيدني على سهولة العرض مش عايز نرتبك اثناء العرض بلاحظة ان فيه شريط منبسط كمان في الاسفل للتقدم والتنقل بين الشريح والالم ظاهر عندي وكمان اداة الظهار كفة الشريح وادات التكبير وتشغيل الكاميرا وغيره من الادوات اللي ممكن اشوفها وتساعدني على التنقل اذا برنامج باوربوينت لو انا قدرت اعمل درسي بيه واحترفت ازاي اعرض الدرس لابت رائحة احترافية سواء كان على الشاشة زي ما قلنا او على شاشة كبيرة بروجيكتور او حتى اعمل له عملية بس عن طريق برنامج تيمز مثلا او برنامج زوم او غيره من البرامج اللي بتساعدني على عمل فيديو كونفرانس وبعمل منها مشاركة شاشة بكون مستعد بالدرس ومجهزه دي مرحلة انا اتمكن بقى من ظهار العرض ده على الجماهير بطريقة احترافية الفيديو ده هو المناسب علشان